وكالة بلومبرج بتقول في تقرير لها نشر أمس الجمعة السيسي بيقود أضخم عملية إصلاح للبنية التحتية والمعلوماتية في مصر وكالة بلومبرج الأمريكية بتقول أنه الرئيس السيسي أمر المسؤولين هذا الإسبوع بوضع ما وصفه باستراتيجية تسويقية مارينة فاكرين هنا في نفس المكان من حوالي إسبوع وكنا نتكلم على اجتماع الرئيس مع رئيس هايات قناة السويس وبيقول طالب الرئيس بسياسة تسويقية مارينة دي كانت أهم شيء في الاجتماع أنه الرئيس يرى أنه جائحة كورونا أثرت على حركة التجارة العالمية حركة التجارة العالمية بتؤثر على إرادة قناة السويس وهناك مشروعات منافسة لقناة سويس الرئيس ملوش دعوة بحد بنكلم على بلدنا اللي هم عايزين سياسة تسويقية مارينة وكانت بلومبرج لقطت هذا التوجيه الرئاسي وأشرت به وقالت الرئيس سيوجه المسؤولين بدرورة تبني سياسة تسويقية مرنة من أجل الحفاظ على تنافسية قناة السويس اتنين الرئيس بيقود أكبر وأضخم عملية إصلاح للبناء التحتية في مصر على مدار عقود من اللي بيقول بلومبرج الوكالة بتقول أنه رغم كل ما جرى في العالم من انخفاض حركة التجارة إلا أنه كل الانخفاضات في العوائد في قناة سويس 3% فقط وده بيمثل كفاءة في التحصيل وأن مصر لم تتأثر كدولة من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم تتأثر بأزمة كورونا بيقول كمان أنه الوكالة بتقول إرادات مصر من قناة سويس في 2011 ل2015 كانت حوالي 26 مليار بيقول من 2016 ل2020 بعد قناة السويس الجديدة زادت بنسبة 1.4 مليار دولار يعني معناها 1.4 مليار دولار يعني قد إيه يعني حوالي حوالي 20 مليار جنيه مصري 20 مليار جنيه مصري ده في قد إيه في فترة وجيزة جدا والأجيال القادمة على مدار 100 سنة هي تستفيد من هذه الخدامة كلام ده مش كلامي ولا كلام البنك المركزي ولا كلام هي القناة سوى ده كلام وكالة بلومبرج الأمريكية بتقول الوكالة كمان تشير توجيهات الرئيس المصري الذي قاد وما زال يقود عملية إصلاح كبيرة للبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد لا تكاد ترى منطقة إلا وبها إصلاحات بنية تحتية ده مين اللي بيقول وكالة بلومبرج الأمريكية إلا أن هناك حاجة ماسة إلى فعل المزيد ويعمل للمسؤولون على إنشاء مناطق صناعية واقتصادية بمليارات الدولارات على طول القناة ولد ستقدم مجموعة من خدمات التصنيع والمصانع والمرافق لدعم قناة السويس والمحافظات المحيطة بها في نفس الوقت بتقول الوكالة وكالة بلومبرج اللي العالم بيحاول أنه يلمل مشاهدات اقتصاده إلا أن الاقتصاد المصري ما زال يسير بسرعة مدهشة سرعة مدهشة وفقاً لكل التقارير من كل المنظمات والجهات والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية تشهد أن الاقتصاد المصري هو أسرع اقتصاد من الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم أداء الجنيه كان رقم اتنين على مستوى العالم الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة جداً اللي استطاعت ان هي تحقق نموا مجابا خلال فترة كورونا